بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا بكم مع بشرة أمل درس اليوم إن شاء الله حول التاء المربوطة نفتح كتاب التلميذ صفحة رقم 117 إذن لدينا أقرأ وألاحظ التاء في نهاية الكلمة وجد علي فوق الطاولة الخبز والحليب والعصيرة والفاكهة برتقالة واحدة فيها طاقة كبيرة إذن كما نعلم كيف تكتب التاء المربوطة في نهاية الكلمة تكتب هكذا أو هكذا إذن هنا ننظر إلى الكلمات التي فيها التاء المربوطة إذن وجد علي فوق الطاولة أقوم بكتابة الكلمة الأولى الخبز والحليب والعصيرة والفاكهة إذن التلميذ هنا يقوم بكتابة الكلمة الأولى الطاولة الفاكهة إذن بعد ذلك هذه الخطوة رقم واحد هنا يميز بالبصر ينظر هنا ينظر إلى الكلمة يحدد شكل التاء المربوطة إما يكون منفصل أو يكون متصل إذن ثم أضع ورقة هكذا أو التلميذ يقوم بإغلاق الكتاب يستمع جيدا هنا يضع ورقة أمامه إذا سمع كلمة فيها صوت حرف التاء يكتب هكذا إذا لم يسمع لا يكتب أي شيء إذن هنا نبدأ وجد علي فوق الطاولة الحليب والفاكهة برتقالة واحدة فيها طاقة كبيرة إذن هنا التلميذ يستمع لكي يستطيع أن يفرق بين أصوات الصوت حرف التاء إذن لدينا هنا الكلمات وجد علي فوق الطاولة الحليب لا يوجد التاء هل سمعتم صوت حرف التاء لا والفاكهة التاء برتقالة واحدة فيها طاقة كبيرة إذن هنا لدي كم كلمة واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة إذن هنا استطعنا تمييز صوت حرف التاء صوت التاء تمييز من بين باقي الأصوات هذه الخطوة رقم واحد الخطوة رقم اثنان في هذه الخطوة التلميذ كيف سيكتب التاء المربوطة في نهاية الكلمة لدينا كلمات جديدة يريد كتابات ومثلا في حصة الإملاء إذن في حصة الإملاء هنا التلميذ ماذا سيفعل نبدأ بالكلمة رقم واحد ورقة وقلب إذن الكلمة رقم واحد لدينا مدرسة مدرسة التلميذ يكتب الكلمة مدرسة تلميذ يكتبها بهذه الطريقة وتلميذ يكتبها بهذه الطريقة إذن التلميذ قبل كتابة الكلمة يعيد نطق الكلمة مرة أخرى بحث في التاء أو نحول التاء إلى ها إذا تغير المعنى يعني هنا التاء هل أقوم بكتابتها مربوطة؟ لا إذا لم يتغير المعنى أكتبها مربوطة إذن مدرسة مدرسة هل تغير المعنى؟ هنا سمعتم صوت حرف التاء؟ لا إذن هل تغير المعنى؟ لم يتغير لدينا مثلا جميلة 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 يكتب هنا التلميذ قبل الكتابة يعيد نطق الكلمة نحذف الصوت الأخير تاء جميلة جميلة هل تغير؟ لم يتغير إذن بقي المعنى كما هو لدينا فاطمة فاطمة فا فا يعني هنا يوجد مد نعم فا طيمة فاطمة فاطمة عندما أقول فاطمة هل تغير المعنى؟ هل تغير المعنى؟ لم يتغير إذن لدينا مجموعة من الكلمات مدرسة المعلمة حديقة جميلة شجرة زهرة فاطمة هل تغير المعنى؟ هل تغير المعنى لدينا المعنى؟ لا يلتسق به لا يتصل به مثلا هنا كبيرة هنا متصل لا تا منفصل هنا إذن لدينا واحدة هنا تا منفصلة وهنا ماذا متصلة إذن هنا التلميذ يعيد كتابة الكلمات مرة أخرى دائما لكي يتعلم التلميذ الإملاء سواء مد سواء تنوين سواء الشمسية القمرية هنا يجب عليه أولا أن ينظر إلى الكلمة بعد ذلك يستمع صوت يميز أصوات وجد علي فوق الطاولة طاولة مع بداية الأمر لا نقف على السكون الطاولة لا الطاولة الخبز والحليب والعصيرة والفاكهة إذن هذه أول خطوة الخطوة الثانية يميز الأصوات كما قلت كما الخطوة الثانية يعني أضع ورقة هكذا مثلا لدينا مد أقوله عندما تسمع حرف المد هكذا يفعل إذا لم يسمع لا يفعل أي شيء أقوله الحليب الحليب هنا أمدد في الصوت نعم الحليب هنا يوجد مد إذن هذا فيما يخص درس اليوم التاء المربوطة إذن التاء مربوطة مجموعة من الكلمات إملاء أو لدينا فيما يخص نص القراءة فطور الصباح هنا نطلب من التلميذ التحويض حول الكلمات التي بها تاء مربوطة في نهاية الكلمة مثلا لدينا المدرسة تاء مربوطة لدينا تاء مربوطة فقط بالطاقة هنا تاء مربوطة لدينا أيضا الطاولة لدينا أيضا كلمة أيضا كلمة الفاكهة هنا أيضا تاء مربوطة يقوم بالتحويض حول هذه الكلمات إذن إلى هنا أنتهي دمتم سالمين وفي رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر